تقدم بواجب العزاء للمهندس محمد سراج عدو مجلس دارة النادي الاهلي الحقيقة يمكن في وفاة والده طبعا يعني عدد كبير جدا من كل المسؤولين على كل المستويات ونجوم الرياضة الحقيقة مجلس دارة النادي الاهلي رؤساء قطاعات الرياضية نجوم النادي الاهلي القدامة كابتن حسن حمدي كابتن أحمد شبير يعني عدد كبير جدا طبعا من الشخصيات العامة وعدد كبير جدا من رموز كابتن شطة وغيرهم وغيرهم مش عايزة أنسحة كل مجلس دارة النادي الاهلي الحقيقة كانوا حرصين على حضور عزاء طبعا والد المهندس محمد سراج اللي وفاته المنية يوم الأربع اللي فاتوا أنا الحقيقة كمان يعني يمكن ظروف شغلي والهوى منعتني من حضور العزاء لكن الحقيقة يمكن يعني أتقدم بنيابة عني وعن كل العاملين في شركة بريزنتيشن لايف وفي قناة النادي الاهلي بخالص التعازي طبعا للمهندس محمد سراج في وفاة والده طبعا أستاذ خالد مرتجي من صندوق النادي الاهلي أستاذ طرق أنديل كان حاضر كابتن حسام غالي كل الناس حياكت حريصة على أنها تقف في ظهر محمد سراج شخصية محترمة جدا 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 والده رحمه الله طبعا شخصية محترمة جدا الجنازة يمكن شهيعت ظهر يوم الخميس الماضي من مسجد الشرطة الفتجامع الخامس وزي ما قلت حاكم كل عضاء مجلس الدارة النادي الاهلي وقطاعات النادي الرياضية والإدارية نعو ببلغ الحزن والأسى اللواء زكريا سراج الدين والد المهندس محمد سراج اللو فاته المنية المنية صباح يوم الأربعاء الماضي دعواتنا طبعا أنه يعني ربنا سبحانه وتعالى يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر